أبناء الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية لطلبة الصف السادس عنوان درسنا مراجعة وتعزيز الهمزة الممدودة لنتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن؟ يكتب كلمات تتضمن الهمزة الممدودة كتابة صحيحة يكتب ما يملأ عليه كتابة صحيحة أبناء الطلبة مر معنا سابقا أن الهمزة الممدودة إما أن تكون همزة مفتوحة جاءت بعدها همزة ساكنة مثل أأكل في المضارع نقول آكل أأخذ في المضارع نقول آخذ وأيضا تكتب الهمزة الممدودة على هذه الصورة آ إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة حرف المد الألف آخر ضمآن ومن أمثلة وقوع حرف المد الألف بعد همزة مفتوحة الاسم المنتهي بهمزة إذا لحقته ألف الأثنين فنقول في مخبأ عند التثنية مخبآن وماذا نقول في مبتدأ فكروا قليلا أحسنتم إذا لحقته ألف الأثنين نقول مبتدآن بارك الله فيكم أعزائي الطلبة افتحوا مصدر التعلم على الصفحة 164 للإجابة عن ألف وباء من السؤال الثاني املأ الفراغ بما هو مطلوب ألف أقامت دولة قطر كثيرا من الحديثة باء أحب قراءة كتب التاريخ و نعم ما جمعوا كلمة المنشأة حاولوا كتابة الجمع بأنفسكم نعم المنشآت أحسنتم أقامت دولة قطر دولة قطر كثيرا من المنشآت الحديثة والآن جمعوا كلمة أدب أحب قراءة كتب التاريخ و نعم أسمعكم تقولون و أحسنتم الأداب أحب قراءة كتب التاريخ والأداب بارك الله فيكم والآن أبنائي لننتقل إلى هذا التدريب ثني الكلمات الآتية نبأ منشأ ملأ عند التثنية ماذا نضيف أحسنتم نضيف ألف ونون نبأ زائد ألف ونون نقول نعم نبآن ومنشأ أحسنتم منشآن و ملأ نعم ملآن بارك الله فيكم نلاحظ أبنائي أن جميع هذه الكلمات انتهت بهمزة ولحقت بها ألف الاثنين فتحولت إلى همزة ممدودة نبآن منشآن ملآن بوركت جهودكم والآن أبنائي لننتقل إلى هذا التدريب عبر عن الصور الآتية بجمل تتضمن كلمة تجتمل على همزة ممدودة أوقف العرض لدقيقتين وحاولوا الإجابة عن السؤال بأنفسكم بالاعتماد على الكلمات الموجودة أسفل الصور جمع كلمة آلة وجمع كلمة أب ومثنى كلمة مرفأ في الصورة الأولى نشاهد آلات وهي جمع آلة فنقول مثلا آلات الرياضة مفيدة وجمع كلمة أب آباء أحسنتم فنقول يناقش الآباء أمور أبنائهم فما مثنى كلمة مرفأ أظنكم عرفتم الإجابة نعم مرفآن نقول المرفآن كبيران بوركت جهودكم والآن أبناء العزاء أوقف العرض وأحضر قلما وكراسة لأنني سأبدأ بإملائكم قطعة قصيرة هل أنتم مستعدون هيا بنا يا بني أطلب العلم فإنه يوسع الآفاق ويبعد عنك الجهل الذي هو آفة الآفات وابتعد عن أهل السوق فمن آلفهم ساء مآله وتجنب الشر فإنه يضيع الآمال ولا تتقاعس فتشعر بالسآمة وإذا احتر فاستشر أصحاب الآراء النيرة وكن نشيطا تحقق آمالك والآن أبنائي حاولوا أن تقارنوا بينما كتبتموه بهذا النص وصححوا إن لزم الأمر والآن أبنائي الهمزة الممدودة إما أن تكون همزة مفتوحة جاءت بعدها همزة ساكنة أو همزة مفتوحة جاء بعدها حرف المد الألف وإما أن تكون اسما منتهيا بهمزة لحقت به ألف الاثنين مبدأ مبدان بارك الله فيكم ماذا تعلمنا اليوم نعم تذكرنا طريقة كتابة الألف الممدودة وأيضا كتبنا فقرة إملاء تشتمل على الألف الممدودة نشكركم على حسن الأصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر